مرحبا أصدقائي اسمي هناء وأدرس بالمستوى الرابع ابتدائي طلبت مننا أستاذة الرياضيات حل المسألة التالية وعد والد مريم وأحمد بطبليت غرفة كل منهما إذا علمت أن غرفة مريم مستطيلة الشاكل طولها ثلاثة أمطار وعرضها مترين أما غرفة أحمد فهي مربعة الشاكل طول ظليها مترين فقط كم مترا مربعا من البلد سأحتاج والدهم لتبليت الغرفتين؟ آه لدي فكرة سأتصل بأصدقائي مرحبا أصدقائي هل وصلتكم رسالتي؟ مرحبا هناء لقد قرأنا رسالتك ونحن على أتم الاستعداد لإنجاز عملنا اليوم أنا قمت ببحث عن المستطيل وجدت له كل ظلعين متقابلين متقايسين إذن هكذا ستكون غرفة مريم طولها ثلاثة متر وعرضها مترين أحسنت يا أمين أنا قمت ببحث عن المربع وجدت أن له أربعة أضلع كلها متقايسة إذن هذا هو شكل غرفة أحمد إذن طول ظلعه مترين عمل جيد يا عائشة أنا وجدت مساحة غرفة مريم إذن طول في العرض يساوي ثلاثة في اثنان يساوي ستة متر مربع لقد أبدعت يا عمر أحسنت سأستعمل طريقتك لأجد مساحة المربع إثنان في إثنان يساوي أربعة متر مربع إذن سيحتاج والد مريم وأحمد لعشرة أمطار مربع من البلاط لطبليت الغرفتين وهي مجموع مساحة الغرفتين معا سأسرع في إرسال الجواب إلى أستاذتنا مرحبا يا أطفال أحسنتم جميعا جوابكم كان صحيحا مرحى 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 هاي لقد نجحنا يا أصدقاء لقد نجحنا جوابنا كان صحيحا إلى اللقاء صغار الأعزاء أستاذتكم زينة التي تفتقدكم كثيرا إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر